حلو اوي. حلو اوي. كبدة على الجريل. طاجن عكاوي. فتت كوارع. شرايح لحمة. مزقططة. طاجن ملوخية. واساسي. حواوشي على الجريل. سادة. وبالجبنة. وبالسدوق. طبعا ميت الصلطة. اهلا بيكم فيه. حواوشي الربيع من القاهرة. بسم الله. من محلك زرة صغيرة في مبابا. صرح كبير. يقدم الاكل المصري. وفرعين. في زايد. ومبابا. نبدأ بالحواوشي الميكس لحمة بالسجود. اللي انا ملاحظه ان الحواوشي مشاء الله مليان. اما الكبدة على الجريل. فدي كانت خطيرة. عجبتني اوي. وطاجن العكاوي ده. العكاوي كمان خطيرة. انا شربت فتاعة ستة اماكن. ميت صلطة. احلاهم كان في حواوشي الربيع. قابلت واق الربيع. طلبت منه شوية اسرار عن نجاح. لعيادة المطاعر. فبعد فضل ربنا عليهم. الفكر الجديد. من الحواوشي. ده اللي عناب السجوء. الناس حبيت الحواوشي في فكرة الحواوشي في السجوء. اهتمامهم بكل زبون جاي عندهم. لو انا مسلا جالي عشر تلاف زبون في الاسبوع ده انا حافظ عليهم. لو مش بالعشر تلاف دول مية بقى زعليهم. حبهم لشغلهم والزباينهم. تكون سعيد وانت شايف الناس قاعدة مبسوطة كده. شايف الناس مبسوطة بتقعد بتاكل مبسوطة وايما مبسوطة ده بسعيد. اهم من كل ده اهتمامهم بالموظفين. طيب هالعظيم ثلاثة. لو انا مشتلين عندي مسلا مال اكسم بعز جلالة الله. هم بيقود رزقهم معنا. والله العظيم يقص الشغل بيروح. عنا الله. عنا الله. انت لو هو هو نايم. وهم موجودين زي مهمة. هو ربنا بيبعث لهم رزقهم. اما عن متابعتهم لعيادة المطاعم. كنت انت عامل حلقة لازم تفتح قبلها بسبوعين. وانا كنت فاشتغل على طول. سنيت. اه اسبوعين ثلاثة لغاية لما كل واحد عارف هو بعمل ايه.